بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسيدة الحضور اسمحوا لي أرحب بحضراتكم جميعاً من المينيا عروس الصعيد والحقيقة يمكن من بضعة أسابيع كان سيد الرئيس مشرفنا في محافظة سهاج ليبدأ أولى جوالاته في محافظات الصعيد كوعده دائماً أنه لما بيبدأ يعني زياراته الميدانية بيبدأها دائماً من قلب الصعيد وده كان فعلاً من بضعة أسابيع وشفنا حجم الإنجاز اللي قمت بالدولة في محافظة سهاج ولكن الحقيقة أول هذا الإسبوع كان سيدته مشرفنا وإحنا في الاستفاف لمشروعات استكمال مشروعات التنمية الكبيرة اللي بتتم في شبه جزيرة سيناء واليوم إحنا النهاردة في المينيا الرسالة اللي موجودة وتوجيه سيدته إن إحنا ما نسبش شبر في أرض مصر ما تمتدش إليه آياد التنمية والتعمير وده أهم شيء النهاردة اللي بيميز عمل الدولة على مدار التمن سنوات الماضية إن إحنا بنحاول إن عملية التنمية والتطوير تمتد لكل بقع من أرض مصر عشان كل مواطن موجود على هذه الأراضي يستحق مننا كل الخير وإحنا نساعده على تحسين مستوى معيشته المينيا إذا استبعدنا طبعاً محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر هي تعتبر تاني أكبر محافظات السعيد من حيث المساحة بعد محافظة أسوان بـ 32 ألف كيلو متر مربع وفيها أكتر من 6 مليون نسمة والحقيقة دايماً برضو يعني المساحة المأهولة في المدينة هي 7.5% اللي هي ممتدة حوالين طبعاً نهر النيل المدينة فيها تسع مراكز وتسع مدن بالإضافة إلى مدنتين جداد المينيا الجديدة وملوة جديدة وتأكتر من 300 قرية بتوابحهم طبعاً الحقيقة يمكن المينيا بتتميز بالعديد من المقاومات على رأسها مقاومات زراعية إن إحنا عندنا هنا المساحة المنزارعة أكتر من 576 ألف فدان هذا العام لوحده الحقيقة اتزارع تبقى للحصر منهم 243 ألف فدان أمح اللي إن شاء الله على النصف الثاني من إبريل نبدأ في الحصاد المينيا الحقيقة أيضاً لديها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة الدولة الحقيقة نفزتها على مدار الفترة الماضية وزي ما حنستعرضها بالتفصيل معاكم ولكن أيضاً المينيا شهيرة جداً بنشاط المحاجر نظراً لوجود طبعاً الجبال اللي موجودة بتوحيد بالمدن والسحوق وسهل النهر النيل فبالتالي دايماً بيبقى عندنا نشاط المحاجر ده من أشهر أنشطة لموجودة في المينيا بالإضافة إلى المقاومات السياحية طبعاً لأن المينيا الحياة بتشتهر بأنها أرض التوحيد وبتعتبر سجل وافي لكل الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية يعني زي ما شفنا في الفيلم فيه هناك نمازج مضيئة جداً من أبناء المينيا طبعاً بدءاً من هدى شعراوي وطاه حسين وأيضاً الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي هو كان شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في وقت ما وأيضاً البابا ديمتريوس الثاني بابا الإسكندرية ومن العهد العصور الحديثة أو العصر الحالي طبعاً يعني الموسيقار العظيم عمار الشريعي الأديب لويس عوض والدكتورة الوزيرة وميرفة التلاوي الحقيقة زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني رؤية الدولة المصرية من كل المشروعات اللي أنا هعرضها عليكم كان هناك هدف واحد فقط هو المواطن المصري وإزاي إن إحنا نحسن مستوى معيشة المواطن المشروعات مش ليس فقط لإنها تكون مشروعات ونباهي إن إحنا بننفذ مشروعات لكن نصب أعين الدولة والقيادة السياسية اللي بتتبعنا يوم بيوم هو إزاي إن إحنا بنحسن مستوى معيشة المواطن وده أهم شيء وده اللي كانت الرسالة اللي إن كنسيات الرئيس قالها يوم تواجده في سهاج من في شهر يناير الماضي إن هو بيؤكد وبصورة قاطعة إن إحنا هنستمر إن إحنا نضع صعيد مصر على قمة الأولويات والحياة فعلا يعني الكلام ده منعكس ومترجم بصورة حقيقية من واقع إن مشروع أو المبادرة العظيمة ومبادرة حياة كريمة يعني الصعيد في المرحلة الأولى هو اللي بي له نصيب الأسد من عملية التنمية الحقيقة حجم الاستثمارات اللي اتنفذت في محافظة المينيا 143 مليار جنيه وبيحظى مشروع حياة كريمة بالنصيب الأكبر منها وبعاها بعض المشروعات الأخرى اللي حنستعرضها مع حضراتكم ولكن هو ده حجم التنمية اللي اتعمل واسمحوا لي أن أنا استعرض ثلاث محاول رئيسية التنمية البشرية تنمية الإنسان والتنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل وأنشطة لشبابنا يقدر يشتغل فيها وتنمية المكان عشان نحسن من مستوى معيشة المواطن الحقيقة فيما يخص بناء الإنسان لو هنبص على الخدمات التعليمية كان هناك الحقيقة تركيز شديد جدا على أن احنا نزود عدد المدارس بتاعتنا ونرفع من كفائتها وعشان كده يمكن العدد في هذه الفترة وفي خلال الثمان سنوات زاد بحوالي 18% كإجمال مدارس عادية وفي التعليم الفني أيضا بنسبة 22% ولكن الأهم ده كله انعكس على انخفاض نسبة التصرب من التعليم الابتدائي من تقريبا كانت 1% إلى النهاردة 2 من 10% يعني نزلت إلى 20% مما كانت عليه من 8 سنوات وده الحقيقة يمكن كان تركيزنا كدولة ليس فقط على عدد المدارس بقدر ما كان أيضا على النوعية اللي احنا بنقدمها كجديدة للمدارس سيد الرئيس كان يعني منذ دقائق قليلة مشرفنا في مدرسة المتفوقين اللي موجودة هنا في مدينة المينيا الجديدة ولكن أيضا لدينا الحقيقة مدارس اليابانية وأيضا مدارس متميزة جدا في التعليم الأساسي موجودة في كل مراكز المينيا ويمكن النهاردة من مدرسة المتفوقين كان لسه مؤخرا ابننا الطالب سهيب عامر كان من ضمن أفضل مئة طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات وكان لسه الجائزة دي واخدها من منظمة اليونيسيف من شهر يناير من شهرين بالضبط سيادة الرئيس وحضراتكم جميعا حجم العمل للدولة المصرية ويمكن أحيانا اسمحوا لي كنا نتابع على المدار الفترة التي تحدثت أن هناك أشخاص كثيرة مستكترى حجم الشغل الذي يتعامل في البلد وتقول هدوا قليلا السرعة وخففوا قليلا العملية لأن حجم العمل وحجم الجهد وحجم الإنفاق على هذه المشروعات يمكن أن يكون كبير ولكن يمكن أن نحن حريصين وكنت حريص في هذا العرض أن نستطلع أراء المواطنين على الذي يتعامل في المينيا وهذه منهجية نحن دلوقتي نحاول نتابعها وبنعرضها بمنتهى الشفافية وهنا هنا تعمدنا في العرض الذي سأوريه حضراتكم في استطلاع الأراء أن نستطلع أراء المواطنين التي لسه في أماكن لم تتد إليها التنمية وعلى أخص في القرى التي المفروض أنها ستدخل في المرحلة الثانية والثالثة عشان نحس بقدي إيه اللسه ما زال هناك جهد كبير جداً الدولة محتاجة أنها تبزله في خلال الفترة الجاية وبأسرع أوقات ممكن عشان نخفف من معاناة أهلينا اللي ما زال عملية التطوير لم تصل إليهم ولكن هنا يعني الحقيقة ده بيدي يعني مستور رضا عن الخدمات والانطباع اللي موجود في الحتة اللي تم فعلاً تنفيذ فيها التنمية وبعض اللي لسه ما تمش فيها التنمية عشان نوري إن إزاي الانطباع بصورة عامة بقى موجود طبعاً يعني اللي احنا حاسينه إن ابتدى يبقى نسبة الرضاء عن مستوى التعليم في تزايد ولكن ما زال طبعاً هناك تحديات إحنا عارفين كويس قوي إن إحنا لازم نواجهها على مستوى التعليم العالي الحياة الدولة أنفقت ما يقرب من خمسة مليار جنيه على أساس إنها تزيد من عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة وأيضاً إنها تنشئ العديد من المعاهد الحكومية والخاصة ويمكن الحقيقة ده نموذج من صور المشروعات الكبيرة اللي الدولة النهاردة بتنفذها ويمكن زي ما حرقكم شايفين حجم هائل من الكليات والمعاهد وتطوير اللي قائم منها ويمكن أهم وأحدث جامعة النهاردة إنها دخلت الخدمة هذا العام الدراسي هي جامعة المينيا الأهلية كواحدة من الجامعات اللي النهاردة وجه سيادة الرئيس إنها تبنى في أسرع وقت ممكن علشان توفر خدمة تعليمية مميزة لأبناء مصر في كل المحافظات في مستوى الرعاية الصحية الحقيقة كان تحسين مستوى الخدمة ده أهم حاجة وشغلنا الشاغل وتنفذ حجم جبير جداً من المشروعات سواء في إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز وواحدات صحية وتجاوزت التكلفة النهاردة حوالي سبعة مليار جنيه ده بالإضافة للمشروعات اللي بتتعمل جوا حياة كريمة فإحنا بنتكلم النهاردة وأيضاً المستشفيات الجامعية وهنا يمكن أنا حابب إن أنا حط رقمين مهمين جداً إن الاستفاد إن تكلفة يعني اللي كان نصيب المينيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الفين وارد مليون جنيه السنة اللي فاتت كانت خمسمائة مليون جنيه يعني بتضعفة المتين وخمسين في المية وأيضاً عدد اللي تم علاجهم من خلال المبادرة الرئيسية القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كانوا تمانية وسبعين ألف حالة في الفين واربعتاشر وصلنا إلى مية وخمسين أو مية سبعة وربعين ألف حالة في اتنين وعشرين وده حجم العمل والجهد اللي الدولة المصرية عملته علشان نستهدف إن يبقى عندنا مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى في كل المحافظات والمراكز وهنا يمكن زي ما حراكم شايفين مش فقط المستشفيات العامة ولكن أيضاً المستشفيات المتخصصة زي الكبد وزي مركز أورام المينيا ولكن في نفس الوقت إحنا نعي إن مازال هناك تحديات على مستوى الريف وعلى مستوى تطوير الوحدات المحلية وعلى مستوى بعض الخدمات اللي مازال أهالي المينيا بيقولوا إحنا ما زلنا مع كل التطوير اللي بيحصل مازال عندنا بعض التخصصات يعني محتاج نقصة وبنضطر إن إحنا نسافر لبعض المحافظات القريبة أو للقاهرة علشان نبقى موجودين مازالة القرى اللي موجودة في حياة كريمة المراحل اللي لم تتد لها عملية التنمية مازالوا بيقولوا إحنا محتاجين نطوّر الوحدات الصحية بتاعتنا فإحنا بنأكد من خلال هذه الاستقصاءات والاستطلاعات إن مشوارنا لسه طويل وإن الدولة المصرية زي ما كان سيادة الرئيس بيقول إذا كنا كنا بنقول إن إحنا صرفنا سبعة تريليون جنيه على مدار الفترة اللي فاتف في المشروعات مصر محتاجة سبعين تريليون عشان تبقى كل مواطن فيها فعلا قادر إن هو يشعر بمدى مستوى التطوّر والتنمية اللي الدولة المصرية فعلا عزمة على تحقيقه على مستوى الخدمات الاجتماعية الحقيقة يعني النصيب المينيا الحقيقة من مشروع تكافل وكرامة وهذه المبادرة المهمة تقترب من خمستاشر مليار جنيه استفاد منها أكتر من خمسمائة سبعة وخمسين ألف مستفيد يعني أكتر من نصف مليون أسرة النهاردة مرتبطة ومعتمدة على هذه المبادرة العظيمة بالإضافة إلى طبعا العديد من الخدمات لزاوي الهمم وأيضا القروض الصغيرة ومتنهية الصغر اللي بتقدم وده الحقيقة يمكن المبادرات الاجتماعية والصحية من القوافل وخلافه بتبقى من أهم الحاجات اللي بنركز عليها كدولة عشان تخدم أهلينا ده بالإضافة للمنشآت الثقافية والرياضية اللي النهاردة يمكن وشوفناها في الفيلم اللي بقت موجودة على مستوى كل مصر بنحاول إننا نوفر أحسن خدمات لأهلينا في كل حتة ولكن أيضا موضوع الأمن الغذائي وده كان موضوع شديد الأهمية ويمكن كان توجيه سيادة الرئيس من فترة إننا ننشئ بنية أساسية قادرة إنها تلبي طلب هذه الدولة بحجم سكانها الكبير ويبقى عندنا الطاقات الاستعابية اللي تمكننا من تخزين السلع الاستراتيجية النموذج زي ما حراكم شايفين إحنا المينيا كانت في 2014 الطاقة التخزينية بتاعتها 90 ألف النهاردة بنتكلم على 275 ألف في هذه الفترة البسيطة قدرنا نضاعف ثلاث مرات الطاقة التخزينية وده اللي بيحصل على مستوى الجمهورية في كل مكان وده يمكن نماذج الصوامع اللي بتتعامع على أحدث مستوى بالإضافة طبعاً للمنافذ والمراكز اللي بتقدم الخدمات التموينية على مستوى الاقتصادي ويمكن هنا موضوع فرص العمل والمشروعات للدولة النهاردة بتنفذها مرة أخرى هدفها خلق فرص عمل سيادة الرئيس منذ ساعتين أو أقل كنا في قرية المعصرة وكان بيقول التحدي الكبير لهذه الدولة إن إحنا كل سنة محتاجين إن إحنا نخلق مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب بيدخل سوق العمل وبالتالي هذه المشروعات كلها هدفها إنها تخلق أكبر فرص عمل لشبابنا في هذه المناطق وده نعكس فعلاً في عدد المنشآت الصناعية هنا المسجلة وأنا باتكلم هنا المسجلة لإن في عدد آخر ممكن نقول بيوزيه أكثر بكثير اللي هو غير مسجل وأيضاً عدد العمالة اللي بقى النهاردة موجود وبرضو دول للمنشآت الصناعية المسجلة وهنا يمكن المجمع الصناعي يعني الموجود في منطقة المطاهرة اللي هو 68 وحدة صناعية بتكلفة تجاوزة 284 مليون جنيه وزي ما حراركم شايفين أهم شيء إنه هو النهاردة بقى بيوفر حجم كبير جداً من فرص العمل لشباب المينيا في هذا الشأن طبعاً في مجال أيضاً الصناعة والاستصلاح الزراعي ويمكن ده اللي أنا عايز أأكد عليه كل هذه المشروعات بتقدم للقطاع الخاص والدولة حريصة كل الحرص على تمكين القطاع الخاص إنه هو يساهم بصورة كبيرة جداً في عملية التنمية اللي شفتوه حضركم في وحدات المجمع الصناعي كله شباب وقطاع خاص بينفزه أيضاً هذا المشروع مشروع كبير بينفزه مستثمر السراتيجي علشان يعمل مشروع كبير لإنتاج مصنع قنال السكر اللي هو من خلال إن شاء الله إنه حيدخل الخدمة في شهر مايو القادم حيبقى بيغطي بالكامل الاكتفاء الزاتي أو بنحقق من خلاله الاكتفاء الزاتي للسكر في مستوى مصر أيضاً يعني في مجال المخلفات الصلبة النهاردة فيه مناموزج لمشروع كبير حنفتتح ونشرف بافتتاحه النهاردة في وجود سيادة الرئيس مصنع تدوير المخلفات في مركز ملوي أيضاً عشان نساعد المستثمرين أنشأنا مركز خدمات المستثمرين في فرع المينيا والهائة الاستثمار النهاردة تتوسع في تقديم كل خدماتها في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر الدولة يعني تجاوزت القروض التي قدمت أكتر من ثلاثة وسبعة من عشر مليار جنيه لتمويل ميتين خمسة وعشرين ألف مشروع أتاحت ما يقرب من ميتين وخمسة وتمانين ألف فرصة عمل ودي كلها بالإضافة إلى منح أخرى ومساهمة المجتمع المدني علشان نساعد في حجم أكبر حجم من فرص العمل تبقى موجودة وهنا يمكن فينا موذج رائد من المشروعات اللي هو إنشاء شارع مصر على كورنيش النيل في مدينة المينيا علشان يوفر فرص عمل لشبابنا بطريقة حضرية الحقيقة المينيا الحقيقة من أحد أهم المحافظات اللي بتتعامل فيها مشروعات الاستصلاح الزراعي ويمكن المستهدف في المينيا أن يبقى عندنا مليون فدان جديدة منهم أكتر من تمنمائة ألف فدان في غرب المينيا وغرب غرب المينيا وضرب البهنساوي ومناطق الاستصلاح في غرب ملوي وأيضاً المشروع العملاق اللي بتعمله القوات المسلحة ما بين محافظتين المينيا وبنسويف ودي نمازج من المشروعات بالفعل اللي النهاردة دخلت الخدمة وفيه هذه المناطق وده طبعاً الجزء الخاص اللي تم استصلاحه من إجمال المية واحد وتمانين ألف فدان اللي هم مرتبطين بمصنع القنال للسكر مشروع الصروة الحيوانية بغرب غرب المينيا اللي النهاردة برضو النشرف إن شاء الله بافتتاحه أمام فخامة الرئيس وده يمكن نموذج لقد إيه تزايد المزارع الماشية وحجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري تضعفت من حوالي مليار وربعمية إلى النهاردة تلاتة مليار وربعمية عشان تخدم قطاع الزراعة واستصلاح الزراعي والصروة الحيوانية في مجال التنمية السياحية الدولة الحية يمكن مش مهملة المينيا بالعكس إحنا بنحاول الحية من خلال العديد من المشروعات تطوير مركز زوار تل العمارنة إحلال وتجديد متحف ملوي استكمال إنشاء المتحف الأتوني بالمينيا واللي كان يعني الحية متوقف لفترات طويلة ولولا متابعة فخامة الرئيس الحمد لله قدرنا إن إحنا نفتتحه وأيضاً الانتهاء من تطوير مصاري العائلة المقدسة في المينيا المحور التالت وهو ده المحور المهم اللي ممكن بيبقى بيعني الحياة اليومية للمواطن في المينيا وفي كل حتة في مصر هو التنمية المكانية وإزاي إن إحنا بنرفع كفاءة العمران عشان نحسن من مستوى معيشة المواطن السكن اللائق ويمكن زي ما شفنا الفيلم الحقيقة المينيا الجديدة والعديد والمدن القائمة في المينيا كان فيه اهتمام شديد بتطوير وتوفير الوحدات الإسكان على مستوى كل الأنواع سواء من تطوير العشوائيات أو سكن كل المصريين ويمكن هنا النموذج ده أننا دايما نحابب أننا نحطه عشان نفكر نفسنا ده منطقة يعني مشهورة جدا في مدينة المينيا منطقة عشاش محفوظ كان الشكل زي ما حرقكم شايفينه قبل التطوير قدرنا أننا ندخل ونزيل هذه المنطقة ونبني مكانها وحدات حضارية رجعنا فيها أهالي المنطقة بالكامل نفس الكلام عملنا في مدينة العمال أيضا في المينيا دي كلها نماذج للي بيحصل على مستوى مصر ولازم كلنا إحنا ساعات أحيانا معلشنا نقاسف بنقول بننسى إحنا كان الوضع عامل إزاي ومن المهم أننا نفتكر ونتخيل طب لو كانت هذه المناطق فضلت حتى هذه اللحظة كان حيبقى قدئ معاناة أهالينا اللي كانوا سكنين فيها وده كان يعني عمري ما حانسى كلمة سيادة الرئيس إحنا ما ننمش وإحنا نلازم نسابق الزمن عشان نبني وحدات بديلة لأهالينا اللي عايشين في هذه المناطق والحمد لله النهاردة فعلا استطاعت الدولة المصرية إنها تنهي مشكلة المناطق الغير أمنة بالكامل ده شكل للتطوير اللي بيحصل على مستوى المينيا من تطوير الكورنيش تطوير الميادين العامة وده المشروع زي ما قلت لحضراتكم سكن كل المصريين مدينة المينيا الجديدة زي ما كنا بنشوف شائب فيها 24 ألف وحدة ولكن هنا أيضا تطوير عواصم الوحافظات في قلب المدن عندنا نموذج جديد حضاري بنعمله في الأراضي الخالية اللي أمام لوكا للدولة بننشئ وحدات سكنية أيضا والنهاردة وصلين لحوالي 1900 وحدة يعني إن شاء الله بيكتملوا في خلال الأسابيع القليلة القادمة بتكلفة 3 مليار وده مدينة المينيا الجديدة آخر مشروع تنفذ ولكن المينيا الجديدة أيضا وده يمكن الرؤية بتاعت الدولة المصرية إن بتنتقل للمدن والمجتمعات الجديدة المنشآت الرئيسية للدولة وده يعني فرع البنك المركزي النهاردة اللي بقى موجود في المينيا وأيضا مدرية الأمن الجديدة اللي أنشئت واكتملت في المينيا الجديدة عشان تنقل من مدينة المينيا وتبقى فعلا في كل المدن النهاردة بتتعمل على أعلى مستوى من الخدمات مدينة ملاو الجديدة وده تاني مدينة جديدة ومن مدن الجيل الرابع النهاردة بتنشأ فيها أكتر من 16.500 وحدة النهاردة علشان برضو تستوعب ما يقرب من مليون نسمة من أهالي المينيا الحقيقة في مجال المرافق مياه الشرب كانت بتستحوز على اهتمام الدولة تنفذ أكتر من 224 مشروع بإجمالي تكلفة 5.3 مليار وصلتنا إن بقى مساحة التغطية بالكامل للخدمة 99.3 من 10 من 84% وكل المتبقي فقط بعض العزب والتوابع اللي موجودة في بعض القرى اللي حتستكمل مع حياة كريمة وده يمكن بيعكسوا حجم المشروعات اللي اتنفذت من محطات مية وكمية مية شربه منتجه النهاردة بقت بتواكب الزيادة السكانية للخمساشر سنة قدام اللي جاية وده نموذج للمحطات العملاقة اللي الدولة المصرية نفذتها لكن يبقى تحدي الصرف الصحي نحن الصرف الصحي طبعا يعني لإن المينيا الحقيقة محافظة ريفية فعندنا 75% من أهالي المينيا بيقطوته في الريف فطبعا من خلال مبادرة حياة كريمة هو ده اللي احنا بندخل من هذا المشروع الرائد ان احنا نوصل هدفنا ان احنا نوصل بتغطية مية في المية مع اكتمال هذا المشروع الكبير بإذن الله وده نموذج للحقيقة للمحطات اللي اتنفذت على مستوى المينيا والنهاردة يمكن هنشرف أيضا بافتتاح سيادة الرئيس للمرحلة الأولى من محطة معالجة المينيا الجديدة اللي ان شاء الله بيطاقة عشرين ألف وحتصل إلى ستين ألف مع اكتمالها وده يمكن عشان كده عكسه الرضى المواطنين عن خدمة صرف الصحي احنا نعرف ان احنا ما زلنا قدامنا شوط طويل وبالتالي المواطن اللي لسه موصلتوش الخدمة هو كمان نفسه ان الخدمة توصل لهذا الموضوع وانها تحقق له هذا الهدف اللي هو بيطمح إليه برضو تأمين وتاستقرار التغذية الكهربائية وده الحقيقة الحمد لله قطعنا فيه شوط كبير تلتمائة ألف مشترك جديد بالشبكات عندنا مركز تحكم إقليمي عملاق بحوالي واحد واربعة من عشر مليار جنيه وبردو طبعا بقى تقييم الحقيقة مواطني المينيا انعكس بأن فيه رضاء كامل أو رضاء جزئي عن طبعا حجم التغطية واستقرار العملية ويمكن طبعا هو دايما بعض الكلام على موضوع التكلفة بتاعت الخدمة وده شيء طبيعي جدا مع حجم الإنفاق والاستثمار الكبير اللي قدمته الدولة في مشروعات قطاع البترول احنا الحقيقة نفذنا تكلفة ثلاثة ونصف مليار وكان تركزنا على مشروعين مهمين جدا مشروع ان ينشأ محطات لتموين السيارات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وايضا التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ووصلنا الى 276 ألف وحدة سكنية في محافظة المينيا في خلال الفترة الماضية وده اللي فعلا النهاردة بقينا من 85 ألف وحدة كان في 2014 قفزنا الى 361 ألف وحدة النهاردة عدد المحطات وعدد السيارات اللي بقت النهاردة تحولت للعمل بالغاز الطبيعي كانت 1800 سيارة النهاردة بقينا حوالي 10 ألف سيارة تقريبا في المينيا في مجال الطرق وشبكة الطرق وده الحقيقة هذا المشروع ايضا مشروع مهم جدا 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 لان الحقيقة الدولة المصرية ومحافظة المينيا كان نصبها 700 كيلو متر من الطرق الرئيسية وايضا رفع الكفاءة سواء كانت إنشاء جديد أو طرق رئيسية بتكلفة 12 ونص مليار ده بالإضافة لرفع كفاءة شبكات داخلية محلية بحوالي 624 كيلو بتكلفة ايضا واحد واثنين من عشر يعني بنتكلم فيه تقريبا 14 مليار جنيه وده يمكن حجم المحاور الكبيرة جدا اللي تم تنفذها في المينيا ويمكن اهم مشروع وبرضو اللي ان شاء الله بنفتتح برحلة منه النهاردة هو تطويب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وهذا الطريق طبعا كان مهم جدا لكل اهالي الصعيد مش فقط المينيا ودايما كان هناك شكوى نتيجة لسوق حالة هذا الطريق من ارتفاع معدل الحوادث وعشان كده كانت توجيهات سيادة الرئيس ان يتم تحويله إلى مصار عملاق بصار عالمي وان يبقى بيتعمل على اعلى مستوى ويمكن زي ما شايفين حضراتكم الستين في الستين كيلو متر تكلفتهم اتنين وربع مليار لان معمولين على اعلى مستوى من الكفاءة والطرق حرة وسريعة وكل دي النهاردة بقى شكل الطرق اللي موجودة في كل حتة في مصر الحمد لله وده منظر لهذا الطريق العملاق اللي احنا ان شاء الله هنشرف بافتتاحه والحياة المينيا كان نصبها من الكباري اللي موجودة حوالين النيل محورين منهم طبعا محور الفريق صفي الدين ابو شناف والحقيقة المحورين دول تكلفوا اتنين ونصف مليار جنيه وده محاور النهاردة ضمن المستهدف ان احنا نخلي المسافات البينية ما بين كل كبري والتاني لا تتجاوز خمسة وعشرين كيلو عشان تخدم اهلينا ايضا في مجال السكك الحديدية الحقيقة بنعمل تطوير شامل للمحطات اللي موجودة المحطات الرئيسية وايضا المحطات اللي موجودة في القرى بالمزلقانات اللي موجودة بحجم تطوير ونزم الاشارات ويمكن طبعا اهم شيء الحقيقة دخل النهاردة تسير الرحلات والطرق انا اسف والقطارات اللي على اعلى مستوى النهاردة عشان تخدم اهالي الصعيد ومنهم يمكن كان اخر قطار دخل الخدمة هو قطار تلجو الاسباني الفاخر ودي اللي هو بيقدم اعلى مستوى من الخدمات الحمد لله الاهالينا وابنائنا في الصعيد وبرضو يمكن انا عايز اقول هنا مع كل الحجم ده ما زال اهالينا اللي موجودين في المناطق اللي لسه لم يتم تطويرها في القرى ما زالوا بيشتكوا بيقولوا يا ريت احنا كمان نحتاج تطوير للطرق بتاعتنا وعايزينكوا يا دولة ادخلوا بكرة ما تستنوش علينا محتاجين انكم تدخلوا واتطوروا لنا الطرق انا ده بأكد قد ايه ان الدولة المصرية بشغلها في مشروعات التطوير والبنية الاساسية والمرافق الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن كل مواطن من حقه انه ينزل من بيته يلاقي طريق جيد يلاقي شبكات بنية اساسية ومرافق جيدة وبالتالي كدولة احنا بنسابق الزمن واحيانا زي ما بقول لحضراتكم اذا كنا النهاردة بعض الناس بتتكسر او بتقول الحق الوقت ده يعني انتوا ضغطين جامد ده بالعكس احنا ما زال امام نشوط طويل ومحتاجين ان احنا نستمر بنفس المنوال اكتر في خلال الفترة القادمة اخر مشروع بعرضه وقاسف اذا كنت طولت على حضراتكم هو يعني درة مشروعات الدولة المصرية مشروعات حياة كريمة والحقيقة يعني زي ما بقول لحضراتكم اربعة وسبعين في المائة من المحافظة هو قرى وبالتالي المينيا الحقيقة النهاردة من المرحلة الاولى بتمثل تقريبا تلاتاشر في المائة من اجمالي قرى المرحلة الاولى على مستوى الجمهورية ويعني يمكن النهاردة احنا فيها الاف من المشروعات اللي بتتنفذ وبتخدم يعني اربعة ونصف مليون مواطن من اهالي المينيا من خلال هذه المشروعات بتطوير المدارس بتطوير وحدات طب الاسرة وده اللي احنا نهاردة كان سيادة الرئيس مشرفنا في المعصرة وده شكل الوحدة طب الاسرة في المعصرة بالتأكيد اهالي القرى الاخرى اللي لسه ما دخلتش الخدمة هم كمان يتمنوا ان الوحدة بتاعتهم تبقى شغالة وتبقى بالهذا المستوى عشان تقدم لهم الخدمات عشان كده احنا لازم نفضل نستمر في سباق الزمن لهذا الموضوع المجمعات الزراعية اللي بتتعمل مراكز الشباب اللي بيحصل تطوير ليها مكاتب البريد اللي بتتعمل محطات الرفع والصرف الصحي اللي مقدمة محطات الميا اللي بتتعمل في كل مكان تبطين الترع اللي موجودة كل ده مشروعات الدولة المصرية النهاردة بتستهدفها لتطوير الريف المصري وتطوير ريف محافظة المينيا وان شاء الله بإذن الله يعني نحقق الأعلى مستوى وفي أسرع وقت ممكن لتنفيذ هذا المشروع تمويل المشروعات الصغيرة من أن نقدرنا في المحافظة المينيا واحد وتمانين ألف فرصة عمل مباشرة في حياة كريمة فقط بحوالي واحد واربعة من عشرة مليار جنيه ده يمكن سريعاً كان حجم الأعمال اللي الدولة المصرية بتعملها في المينيا وزي ما بيقول لحضراتكم ما زال أمامنا الشروط طويل إن شاء الله عشان نستكمل أحلام كل أهالي المينيا بإذن الله وبس أذن حضراتك أفندم أن نفتتح عدد من المشروعات الكبيرة اللي النهاردة بنبدأها افتتاح المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المينيا حتى القوسية وبيقوم بالافتتاح المهندس مصطفى مسعود مهندس مصطفى مسعود مساء الخير يا فندم مهندس محمد اسماعيل الهائة العامة للطروة الكباري وزارة النقل المشرف على مشروع تطوير ورافع كفاءة الصحراوي الغربي من المينيا حتى القوسية بطول 60 كيلو متر بعدد 6 حرات مرورية لكل اتجاه مقسمة الى ثلاث حرات مرورية لعربات المركبات وسلاث حرات مرورية للشاحنات مرصوفة باستخدام الرسف الخرصاني في الاتجاه القادم من السيوت الى القاهرة والطريق يعتبر احد قطاعه الطريق القاهرة كيف تون للربط بافريقيا بالاضافة الى اعمال الانفاء للتقطاعات الرئيسية مع الطريق الف شكرا يا فندم شكرا مشروع التاني افتتاح مزرعة غرب غرب المينيا النموذجية مساء الخير يا فندم دكتور هاني عبدالعاطي درويش وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمشرف على مزرعة الانتاج الحيواني بغرب غرب المينيا استأذن سيادتك يا فندم بشرح توضيحي لمزرحة الانتاج الحيواني لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المينيا التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المزرعة يا فندم مقامة على مساحة 15 فدان بطاقة استعابية 1500 رأس تم إنشاء المزرعة يا فندم لتكون نموذج عملي لمزارع الانتاج الحيواني بالمنطقة والمحافظات المجاورة للاستفادة من هذا النموذج في تدريب وإرشاد المزارعين بالمنطقة لإنشاء مزارع أخرى وتوفير السلالات المحسنة عالية الانتاجية وتوزيوها على صغار المزارعين المزرعة يا فندم مكونة من 25 عمبر تربية بالإضافة إلى 1 عمبر عز وصور خارجي على كامل مساحة المحطة ومتوفر بها مخازن أعلاف وسيلاج وعدد 2 محلب بقدرة 24 نقطة ومجهزة بالمعدات والمولدات اللازمة لعملية التشغيل المزارع يا فندم بها عدد حالي 1300 رأس موزعمة بين أمهات وطلائق وعجلات عشار وولدات زكور وإناس المزارع يا فندم تم بيع وتوزيع 450 رأس عجلات معشار محسنة على صغار المزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة بالإضافة إلى 350 طلوءة محسنة تم توزيعها على الكرة لتحسين الناس شكرا يا فندم شكرا افتتاح المرحلة الأولى من محطة محطة معالجة المينيا الجديدة مهندسة نجاد محمد عثمان كلاني معاون رئيس جهاز المينيا الجديدة أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى ضمن محطة طاقتها الإجمالية 140 ألف متر مكعب يومي مكونات المحطة مدخل ومصافي أحواض ترسيب ابتدائي أحواض تهوية أحواض ترسيب نهائي أحواض مسج بالكلور أحواض التكفيف وأخيرا المعالجة السلاسية باستخدام المرشحات الرملية المياه الناتجة من المحطة المعالجة السلاسية استخدمها في رأي المسطحات الخضراء بالمدينة شكرا لسيادتك يا فندم شكرا المشروع الأخير مصنع تدوير المخلفات البلدية بتون الجبل تمام يا فندم لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المينيا أساز سيادتك في افتتاح مصنع المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة تون الجبل مركز ما له محافظة المينيا تنفيذا لتوجيهات سيادتك بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على البيئة واستقلال المخلفات بصورة مناسبة وعالية وبالتعاون مع وزارة البيئة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي ويجع المنفذة لهذا المشروع وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تصنيع هذا المصنع والاستعانة بخبرات دولة كوريا الجنوبية تم إنشاء هذا المصنع على مساحة 11 فدان وبتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه ليوفر عدد 100 فرصة عمل ويعمل بطاقة 20 طن ساعة يتكون المصنع من منطقة رئيسية وهي منطقة التشجيل ثم منطقة الإدارية الخلفية ومنطقة الميزان تمر مرحلة تدوير المخلفات بأربع مراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة فض الأكياس باستخدام المفرمة الابتدائية المرحلة الثانية وهي مرحلة فصل المواد العضوية عن المواد الغير عضوية باستخدام المنخل الدواري خشن المرحلة الثالثة وهي مرحلة فصل المواد العضوية وإنتاج السماد العضوي المرحلة الرابعة وهي مرحلة إنتاج الوقود البديل والذي يستخدم في تشغيل مصانع الأسمنت بديلا عن الوقود التقليدي شكرا يا فندم شكرا 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 لكم